منذ مطلع القرن الحالي حيث بدأ الصراع وللحظة واحدة لم تتوقف الاشتباكات بين حركة طالبان والجيش الأفغاني بالرغم من استمرار الحديث عن اقتراب الانفراج السياسي والأمنية حركة طالبان التي باتت مؤخرا تسيطر على مساحات واسعة من البلاد تشن هجمات وتفجيرات ضد مواقع للحكومة الأفغانية ففي الساعات الأخيرة وتحديدا بعد مقتل شرطي في هجوم استهدف مجمعا تابعا للأم المتحدة في المدينة الواقعة غرب البلاد دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتل حركة طالبان عند أطراف هرات السبت وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات حيث بسطوا سلطتهم على معبرين حدوديين مع إيران وترك منستان نفذت القوات الحكومية ضربة جوية قرب مستشفى يضم عشرة أسرة في لاشكرقاه عاصمة ولاية هلمند قال مسؤولون إن عناصر طالبان سيطروا عليه في وقت سابق لعلاج مقاتليهم المصابين وخلال الليل سقطت ثلاثة الصواريخ على مطار قندهار أصاب اثنان منهما المدرجة ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليها وفاجأت طالبان بسرعة هجومها وحجمه في وقت قال محللون إنه يهدف على ما يبدو إلى إجبار الحكومة على تحقيق السلام بشروط المتمردين أو التعرض لهزيمة عسكرية كاملة هذا وأكثر يؤكد أن العنف في أنحاء أفغانستان سيتصاعد خاصة مع الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الذي بات شبه مكتمل